ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مبالغة مالية كانت بخزنة الوكالة والتي أكدت بخصوصها الضحية أن المبلغ المصروقي تراوح بين 100 ألف و120 ألف درهم أي بين 10 ملايين و12 مليون سنتيم وفور إشعارها بالواقع استنفرت المصالح الأمنية ببرشيد كل أجهزتها التي انتقلت إلى عين المكان معززة بفرقة من عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية التي عملت على إغلاق مصرح الجريمة من أجل مباشرة التحقيقات الميدانية ورفع البصامات كما تم تفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بداخل وخارج الوكالة البنكية وأخرى متبتة ببعض الأماكن بالشارع نفسه من أجل الوصول لهوية منفذ عملية السطو هذا وفي الوقت نفسه استمعت عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق للمستخدمة في انتظار إخضاع هاتفها للخبرة العلمية والتقنية